يتداول ويتساءل الكثير والعديد من الإخوة المربين عن الأسباب التي تؤدي لفقدان الريش في منطقة الرأس أي الصلع لدى طيور الزينة نقطة هامة لا بد من الإشارة إليها الأسباب لهذه المشكلة وما هي الحلول بداية لا بد من الإشارة إلى أن صلع الكنار والحسون صلع خلقي أي لاحق لعملية الفقس ونمو الريش صراحة هذا السبب يتحمل المرب الخطأ بشكل كبير ألا وهو إقحام زوجين متوجين أي مقنبرين بعملية تزاوج أو تزاوج الإخوة أو الأقارب تنتج عنها فراخ منزوعة ريش الرأس أو بقع صلعاء مع الأسف كما أثبتت بعض التجارب أن تزاوج الأنتنسيف مع الأنتنسيف قد يكون السبب في بعض الحالات صلع بسبب اضطراب وأخطاء يتعرض لها الطائر أثناء وخلال عملية الصقاط أو القليش وخصوصا عند نقل الطائر من مكان لآخر ويتمتع المكان الجديد بالبرودة النسبية حيث يختصر جسم الطائر مرحلة الطرح ويتوقف عن إكمال عملية التبديل بالشكل المناسب والمطوب وهنا لا حلول سوى عملية إجبارة للطائر على الدخول بغيار ريش جديد صلع بسبب نقص التغذية الضرورية والمهمة لنمو الريش خصوصا خلال الفترة الهامة التي يدخلها الطائر بالقليش فكثير من الإخوة المربين يتداولون كلمة عالق بالقليش نعم أخي المربي عدم تقديم احتياجات الطائر من الغذاء والمكملات الغذائية من الفيتامينات والأحماض والأملاح وسوء نظام الإنارة المتبع يشكل حاجزا للطائر يصعب عليه تجاوزه والخروج منه صلع بسبب المجهود والإرهاق والاستمرار في عملية التكاثر حيث ما زال المربي يصر على الإنتاج بالرغم من كل الصعوبات في هذا الوقت الراهن وغياب الشروط الناجحة والصحيحة لإتمام العملية فلابد أن يعي المربي تماما أن عدد الأعش لا بد أن لا يزيد عن خمسة في الموسم الواحد وستة كحد أقصى صلع ضمار وخسارة الريش الذي يبدأ بمحيط عنق الطائر نتيجة للطفيليات الخارجية أو الهادب ويستمر حتى يبدو مظهر الطائر خاوي الريش في مناطق متفرقة من جسمه صلع الالتهابات الفطرية والجلدية وتحدد من قبل الإخوة الخبراء والأطباء البيطاريين المختصين مع تقديم العلاج المناسب إضافة لصلع الكناري الناتج عن نقص هرمون الذكوري التستوستيرون وهذه مشكلة شائعة في ذكور الكناري ولا بد من تحديد السبب بشكل قاطع كوني لا أحبذ العبث بهرمونات أي طائر شكرا لختم المتابعة